بنا زوج النعام عشه في المر مجرد حفرة في الأرض ليس أكثر في أقل من دقيقة ومع قليل من الدفع وقليل من الأنين ثم تضع حجر الزاوية لأسرة جديدة بدأ كل شيء ويبدو أنه أصبح على المسار الصحيح تضع بيضة أخرى كل يومين وتمتلئ الحفرة في الأرض شيئاً فشيئاً بصفتها مالكة العش يحق لها أن تكون مسورة بعدما أنجزت عملها قد تكون دجاجة الكوري كسولة تزن عشرين كيلو جراماً وتتبختر مثل النعامة الصغيرة ولكن عندما يصبح الوضع غاية في الأهمية كما هي الحال الآن فإنها تطير بكل بساطة دجاجة الكوري الطائر الأفريقي الأكبر حجماً القادر على الطيران لا يسع النعام إلا أن يحلم بذلك يختبئ التكاهي في الحزم العالية للعشب المتكتل إنه طائر بدائي بخاصة أن ججوره القديمة واضحة في مظهره يسير هو الآخر على قائمته تماماً مثل الكيوي يلتقط طعامه من الأرض يرعى العشب أيضاً وهو مهذب حتى إنه يستخدم قدمه لكي يأكل طعامه وفي ظل عدم وجود حيوانات مفترسة ليست هناك أي حاجة إلى الطيران قد يكون الطيران جميلاً ولكنه أيضاً هادر للطاقة من الأفضل استثمار ذلك في شيء آخر مثل رعاية الصغار على سبيل المثال نيوزيلاندا تثبت أنه في ظل غياب حيوانات مفترسة حتى الرقد يصبح خياراً بالنسبة إلى الطيور أما في أفريقيا فلا يمكن إنكار وجود حيوانات مفترسة قد يظن المرء أن هذه البيئة قد تكون الأسوأ بالنسبة إلى الطيور الداجنة وتلتقط الغذاء بمفردها وإلا فلن يطعمها أحد بالطبع ستخاطر بأكل بعض الأشياء التي ليست لذيذة بالنسبة إليها ولكن هناك حاجة إلى احترام الوالدين الحذرين الآن تبدأ طيور النعام بالتحرك كذلك تاركة عشها للمرة الأخيرة يمكن رؤية مجموعة الفراخ بصعوبة في العشب كما أن أحد الوالدين يراقب محيطها دائماً والحصات في الوسط للمساعدة على الهضم حص صغيرة كل محاولة فاشلة هي بمثابة درس ولكن يتضح أن العشب الأخضر مفضل للجميع هذه الصغار الجائعة لن تتوقف عن البحث عن الغذاء الطيور ليست حيوانات مجدرة وإلا ستصبح قادرة على الاستراحة والعطس في أثناء مضغها للغذاء تتكون كتل من القمامة من وقت إلى آخر ويبدو أن المكان يتضمن أيضاً روث النعام المشي على الطريق أفضل بكثير هناك زحمة خانقة ليس هناك شيء لتناوله ولكن المهم هو أن المشي يدرب القوائم بسرعة إذا كان يمكنك الحفاظ على التواصل يعلمان أن الطريق خطر على الصغار بسبب حركة المرور أكثر منه بسبب عدم وجود غطاء عشبي ولكن يمكنك أيضاً تحديد موقعك في العشب العالي هذا هو المكان الذي نشأت فيه زواحف فريدة مثل التوتار هذا أيضاً هو المكان الذي تسحف فيه الحشرات العملاقة عبر الأشجار المتشابكة وهو المكان الذي توقفت فيه بعض الطيور عن الطيران تماماً مثل النعام على سبيل المثال طيور الكيوي المشهورة الطائر الوطني في نيوزلندا بخلاف النعام هذه الطيور صغيرة الحجم وأكبر من الغراب بقليل ووزنها الزائد لا يمكن أن يكون السبب وراء مشيها في الليل وتحت ضوء البدر والمد المنخفض تحب طيور الكيوي السيرة ببطء إلى الشاطئ عندما يكون هناك كثير من اليرقات والبيود في الرمل وهذا يظهر سبب توقفها عن الطيران الأجنيحة منعدمة الفائدة عندما يتعلق الأمر بالضرب في الأرض لإخراج اليرقات والديدان في ظل عدم وجود حيوانات مفترسة في الأرجاء ليست هناك حاجة إلى الهروب جواً بالنسبة إلى الكيوي المشي مثمر ويجعلها توفر الطاقة المطلوبة للطيران حتى إنها أهملت أجنيحتها بنفسها وتقضي ليلها من دون الحاجة إلى أجنيحة رحلتها القصيرة إلى الشاطئ شارفت نهايتها حان الوقت لرشفة واحدة أخرى لتحمل طريق العودة إلى الغابات طيور صغيرة ولكنها عداءة من الطراز الأول طائر الكيوي لا يقع في الحب بسهولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر